هذا الفيديو راح نبدي نتكلم عن استخدام نمط NVVM باستخدام ديفيكس بريس طبعا اذا فكرت ان تقول اوكي انا عندي قواعد البيانات جاهزة وعندي جداول وبياناتها علاقات فكل عليه انا اقوم بانشاء الUI اللي خاص في الاضافة والتعديل وبعد ذلك انا اقوم بالتعديل عليها فكيف انه اصل لهذه النتيجة انه هل هناك فيد شيء يساعدني بهذه العملية انه يعمل لي generate على الUI طبعا باستخدام ديفيكس بريس وباستخدام خاصية او اضافة كان على اساس يكون عندك NVVM ready فاوكي يمكن تصل لهذه النتيجة ببساطة بمعنى افتع مشروع جديد مثل ما موجود عندنا وندوس فور ما في مشكلة WIF اعمل create يعني لازم اضيف entity framework model فاقل لي new IT اقل له data entity framework model SME model 1 اقل له اوكي اضيف ليها قاعدة البيانات جاهزة عندي اعمل لي new connection ال connection منتي طبعا هو محلي فابدي اقل له ايش اسمه هو secure express اوكي ثم مع ذلك اقوم باختيار قاعدة البيانات طبعا الان قاعدة البيانات اللي راح ابدى اختارها هي موجودة عندي PMS اوكي ثم مع ذلك اقل له test connection اضمن عملية ال connection اقل له اوكي ثم مع ذلك راح ابدأ اقل له next واضيفة entity framework 6 واقل له اوكي قوم بجلب كل الجداول المعنية ثم مع ذلك finish اوكي طبعا الان راح ابدي احتمد على هذا المادل اللي انا راح ابدي اضيفه ويعمل لك generate اليه حتى ايش حتى اقوم باضافة اليو اي الخاصة فيه بشكل تلقائي هو يحتمد على يعني البيانات ويبدي اضيف لك اليو اي بشكل تلقائي اذا الان مثل ما تلاحظ عملي generate هذي عندي الجداول المعنية وعنديني تي بي project task وعندي اليوزر فهذه عبارة عن ايج اداول لدي اعملي الاي الخاص فيها فا اول شيء اذهب هنا على ال project multi واعمل عادة بناء الى rebuild فعلى هذا الاساس راح تبدي تضمن عملية implement مادك اوكي والان ابدي ارجع على المشروع multi اذا اوعي ايز اوكي اوكي ابدأ اتجي هنا على انشاء يعني عملي ايتم جديد على اساس يكون عندك Defect Express item واقل على new item طبعا راح تشوف انه عندك في الاسفل اكو قسم خاص في ال nvvm اوكي ابدأ اتجي على ال Windows foreign طبعا راح تشوف انه عندك انه اذا كان ال nvvm ready فأكو قسم خاص فيه وتنزل للأسفل عندك scaffolding يعني عملية generate إما أن تكون تعمل generate UI تكون عندك بهذا الشكل أو تكون عندك بهذه الصورة أو تكون عندك بهذا الشكل لاحظ عندك عملية إضافة حذف تعديل على البيانات المعنية أو يكون عندك بهذا الصورة عملية data model scaffold عمل scaffolding عليه أوكي على هذا الأساس أنا أحب أن أختار هذا هذا التصميم اللي أنت تلاحظه الآن أمامك إنه هذه الجداول راح تكون عندك بهذا الشكل وفي عندك أزرار خاصة في عملية إضافة حذف تعديل فأكلها run wizard رح يبدي يقول لك اختار للسيرفر يعني اللي موجود عندك القائل entity framework اللي هو أعمل عليها طبعا يعني تعرف عليها بشكل تلقائي قلها هنا next ما فيه أي مشكلة رح يقول لك أوكي اختار الجداول اللي entity 3 تعمل عليها generate هأكل لك كل الجداول المعنية ثم على ذلك يقول له أوكي عمل لي generate فالآن تنتظر من عنده إلى أنه يضيف لك UI كmodel view view model أوكي مثلا تلاحظ الآن في متصفع المشروع ده يضيف ال name space اللي راح يبدي يحتاجه كreferences لهذه العملية ثم على ذلك يعمل generate على view models generating بالنسبة لل view و building project وينهي لك العملية طبعا تاخذ عندك بعض هذا تاخذ من عندك بعض الوقت فانترك إلى أنه ينتهي من عملية generate ذلك مثل ما تلاحظ انتهى من عملية generating بالنسبة لل UI بشكل كامل فالإضافة إليك هو شنو لو تبدي تذهب هنا على متصفح المشروع راح تشوف أنه عنده فولدرات تمت إضافتها إليك وتكون موزع عندك التالي أوكي أول شيء يضاف لك هنا بعض الملفات الضرورية الخاصة في entity و read only يعني هاي خاصة في العملية الاتصال مبدئيا هنا عندك المodel اللي تم إضافته هذا هو المodel أوكي ويضا عندك ال view model هنا ال view model هذه هي ال view model يعني تعتبرها كما code behind هذه عندك review model لكل view model أضاف لك two file الفايل الأول اللي هو collection view model والفايل الثاني اللي هو view models الرئيسي أوكي كل واحد منهم طبعا لو لو تبدي تفتحها راح تشوف أنه في بعض الوظائف الخاصة للتعامل مع المodel طبعا هذا بشكل رئيسي للتعامل مع المodel لعملية عمل get على الملفات عملية أضافتها وأضافتها وتعديلها وحذفها وأيضا عندك هذا الملف الثاني أوكي هذا الكلام يبدي يتكرر عندك على ال tb projects وتاسك يعني على الجداول المعنية مثل ما تلاحظه الآن أمامك أوكي ثم بعد ذلك يقام بعمل generate إلى ال view هذه كلها ال view يعني هذه عندك كان ال view model وهذه عندك ال view أوكي ال view بشكل عام هي تتكون عندك من قسمة رئيسية كل view إلها collection يعني إلها ال collection الخاص فيها لو تبدي تفتحها ينفتح طبعا تقدر تعدل عليه هذه عبارة عن data grid view وفي الأسفل عندك هذه البوتونز الرئيسية اللي هي خاصة في عملية إضافة هذا في تعديل وعندك طباعة أوكي فهذه تقدر تعدل عليها ما في أي مشكلة يعني لك الحرية في تعديل على ال UI الخاصة فيها وأيضا قام بإضافة عندك لل project view هذه ال view اللي هي في الأساس الخاصة في عملية إضافة البيانات في عمل إضافة حذف تعديل عليها بشكل مباشر لو تنزل للأسفل راح تشوف عندك الأزرار الخاصة في الحفظ وحفظ والغلق وسيفاني نيو وهكذا أوكي الكلام نفسي تتكرر على كل الفيوز اللي موجودة عدد أوكي فطبعا على هذا الأساس على هذا الأساس ترجع على الفورمالتنا الرئيسي راح لو تبدي تتجي هنا على التول بوكس راح تشوف كل الكائنات اللي هو عمل لك generate عليها ضافة راح يضيفها لك في الأعلى أوكي الكائنات اللي عمل لك عليها generate طبعا ضافة إلك للأعلى اللي تحتاج إنه تعمل أعادة بناء للمشروع حتى يبدي يضيفها إلك فكليك كيمين عليه وعمل rebuild على البروجيكت فالآن راح يبدي أي شيء يضيف لك المفروض هنا على التول بوكس لو تشوف model view view model بالنسبة للدمو اضاف لك كل الكمبونتز يعني اضاف لك view اضاف لك ال collection لكل المشاريع المعنية طبعا أنا راح أبدأ أضيفها بشكل كامل هذا يعتبر عندك ال entities الرئيسي اللي يربط لك بين ال entities الأخرى الواجهة اللي احنا شفناها بالبداية فأبدأ أسحبه وأضيفه هنا هذا يريد تضيفه يعني بشكل رئيسي يعني فأبدأ أسحبه وأضيفه ثم بعد ذلك أخذ علي خاصية لو تبديت على الخصائص تتجه هنا على الاحتواء وتخلي أوكي على كبر الشاشة أوكي الآن أعمل run على application model راح يبدي يشتغل عندك بدون أي مشاكل هذا هو ال entities الرئيسي اللي احنا ضفناه ضمن الفورم الرئيسي أوكي ال entities الرئيسي لو لمثل ما تلاحظ الآن هذا هو ال entities الرئيس طبعا هذا قاعدة بيانات تحتوى على مشاريع سابقة فهذا ال tb project وهذا ال tb task لو اتجه هنا هذي تاكس اللي موجودة عندي هاي البيانات الخاصة فيها وهذا عدي ال users اللي يعني مضيفه عندي فطبعا أنا سبيل المثال حتى اضيف مثل user جديد أخذ new من هنا من الأسفل راح يبدي يقيل لك أعطيني البيانات أوكي فتبدي تطيل بيانات تقوم في عملية الإضافة تعمل save عليه ثم على ذلك راح تتي عندك عملية الإضافة طبعا مثل ما قلنا هاي ال UI انت تستطيع أنه تقوم بالتعديل عليها ما في أي مشكلة أرجع وأعدل عليها هنا عندك tb task الجدول الخاص فيها المهام مثلا اعمل new اذا راح يبدي يطلب من عندك ايش يطلب من عندك طبعا ما تستطيع أنه داخل ال id هذا يعتبر عندك يعني فتشي ثابت وهذا أيضا عندك ال collection الخاص في العلاقات وعندك هنا الحقول الخاصة في الجدول أوكي فالآن طبعا هذا اللي ضفته انت هو ال entities بشكل عام هل تستطيع أنه وانت تقول أوكي أنا ماذا اعتمد على ال entities هذا استفاد من ال UI اللي موجودة عندي ما في أي مشكلة هذه ال UI اللي موجودة عندك هنا يمكن تاخذها drag drop وتبدي تستغل عليها إذن هذه ببساطة يمكن أنه انت تعمل generate على ال UI بشكل كامل وباستخدام ال entity framework ودف إكسبريس model generator